اشتركوا في القناة تاعز سبع سنوات من الحصار والارهاب الحوثي وهيومن رايتس تقول ان عدد الضحايا المدنيين في اليمن ارتفع خلال مارس الجاري اهلا بكم الى نشرة التاسعة من يمن شباب والبداية من الاوضاع الامنية في عدن حيث استشهد قائد محور العند قائد لواء 131 مشاء اللواء الركن ثابت جواس منفجار سيارة مفخخة استهدفه شمالية العاصمة المؤقتة عدن مساء اليوم الاربعاء وكان جواس على متن سيارة مدنية ومعه عدد من مرافقيه حين انفجرت بهم سيارة مفخخة سمي عدوي انفجارها في عموم مديريات العاصمة المؤقتة عدن الثمان ولم يكشف بعد عن الاحصائية النهائية للانفجار وما اذا كان احد من مرافقيه قد نجاه يشار الى ان اللواء جواس يعد ابرز القيادات العسكرية اليمنية وهو احد المشاركين في حروب صعدة ضد جماعة الحوثي الارهابية الى مأرب حيث استهدف الجيش الوطني بهجوم عنيف مدفعي تحصينات ومواقع لميليشيا الحوثي الارهابية جنوب المحافظة وقالت مصادر ميدانية اليمن شباب ان معارك عنيفة تجددت فجر اليوم الاربعاء في الجبهات الجنوبية تلقت فيها الميليشيا الارهابية خسائر كبيرة في الارواح والعتد ومنذ ايام تتواصل المعارك العنيفة على امتداد مسرح العمليات القتالية جنوب مأرب بعد انحسارها خلال الاسابيع الماضية في السياق قال رئيس عمليات المنطقة العسكرية السابعة العميد الركن منصور الزافني ان قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية تواصل تقدمها في المنطقة الجنوبية لمحافظة مأرب بخطا ثابتة ومدروسة واضاف العميد الزافني في تصريح بثه المركز الاعلامي للقوات المسلحة ان الميليشيا الحوثية تتلقى خسائر متتالية وضربات موجعة في كل محاور القتال والتي تشهد عودة للمواجهات العنيفة منذ اسبوع طبعا العدو يحاول بكل ما اتي من قوة وقد حشد حجودها المتتالية لكي يحقق شيء على الارض المعركة او في الميدان لكن بحمد الله وتوفيقه وثبات الرجال والابضال من ابناء القوات المسلحة والمقاومة الشعبية لم يستطع العدو لم يستطع العدو ان يحقق اي حدف من اهدافه التي خطط لها يعني وهو احتلال الارض وبفضل الله سبحانه وتعالى وبعزيمة الرجال الابضال فانه يتلقى الخسائر المتتالية ويتلقى الضربات المتتالية من ابناء الجيش من ابناء الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في كل الجبهات سواء كانت في جبهة رغوان فهو يحاول على مدار كل يوم نقول انه كل يوم يحاول ان يهاجم وكل يوم يحاول ان يحقق اي تقدم لكن بفضل الله سبحانه وتعالى لم يستطع ان يعبر ولا يعني شبر واحد في الاراضي المنطقة التفاعية بالنسبة للمنطقة العسكرية السابعة وفي الشأن قال مصدر عسكري ان قوات الجيش رصدت تحركات واسعة للحوثيين وتحشيدا لعناصرها الى الخطوط الامامية من اجل تنفيذ هجوم واسع وتحقيق مكاسب ميدانية قبيل سرايان هدنة مفترضة خلال شهر رمضان المصدر اكد ان قوات الجيش الوطني على استعداد للتعامل مع اي تطورات مستقبلية سواء بالتصعيد او الهدنة التي تخطط لها الامم المتحدة وقال المصدر ان الجيش يتعامل بالطريقة المناسبة مع تصعيد ميليشيا الحوثي الاخير كما سبق له التعامل مع عمليات اوسعة واكبر وانتهت بخسارة فادحة للميليشيا وتناثر جثث قتلاها بالشعاب والوديان اعلن التحالف العربي اليوم احباط هجوم ارهابي وشيك لميليشيا الحوثي جنوب البحر الاحمر وقال التحالف في بيان انه دمر زورقين مفخخين تابعين لميليشيا الحوثي الارهابية جنوب البحر الاحمر قبيل تنفيذها عملية هجوم عدائي وشيك واضاف ان ميليشيا الحوثي تصعد هجماتها العدائية مستهدفة مصادر الطاقة الى تعز حيث افادت مصادر ميدانية بتجدد المواجهات بين قوات الجيش وميليشيا الحوثي الارهابية شرقا وغرب تعز وقالت المصادر ليمن شباب ان المعارك تجددت في جبهة الاحطوب باطراف مدرية جبل حبش غربا وفي مناطق متفرقة بالجبهة الشرقية للمدينة وطبقا للمصادر فقد قتل سبعة من عناصر ميليشيا الحوثي واصيب اخرون خلال المواجهات مع الجيش مصنودا بالمقاومات الشعبية سجل حوثي اسود حافل بالجرائم والانتهاكات ينهي عامه السابع في تعز خسرت معه الميليشيا الارهابية معركتها في المحافظة المحاصرة بعد اشهور من اشتياح ميليشيا الحوثية العاصمة صنعاء فيما عرف بنكبة الواحد والعشرين من سبتمبر توجه الاماميون صوب الحارمة تعز لتكون محطة احلامهم وايران في احكام السيطرة على الجنوب وتحديدا في العشرين من شهر مارس عام الفين وخمسة عشر يوم اسود نشؤوم دشن فيه الحوثيون مشروع القتل والقصف والدمار في محافظة تعز بعد تدشينه في عمران وصنعاء وغيرهما وفرضوا السيطرة على معظم اجزاء المحافظة قبل ان تنتفض في وجههم المقاومة الشعبية ورجال المحافظة الاحرار في معركة جمهورية امتدت منذ سبع سنوات وما تزال خسرت الميليشيا الارهابية خلال المعركة رهان السيطرة على المحافظة والجنوب الا انها ظلت مسيطرة على بعض اجزائها لتكون منصتها لتدمير البنى التحتية وقتل الابرياء نساء وشيوخا واطفالا كما فرضت حصارا خانقا على المدينة تسبب باكبر ازمة انسانية في المحافظة وعبر عن ابشع صور الميليشيا واكثر ممارساتها انتقامية وارهابية سبع سنوات نشرت فيها الميليشيا الموت في دروب الحياة وارسلت صواريخ وقذائف الدمار على المواطن الاهلة بالسكان فقتلت الالاف وجرحت اضعافهم ودمرت المنازل والمنشآت والمدارس والجامعات والمساجد وارتكبت الجرائم والتهاكات بانواعها فاختطفت وشردت ونهبت وصادرت وألجمت وهاجمت وجهلت وقادت المواطنين الى مستقبل مجهول وحاضر ملغوم بالموت والمعاناة سبع سنوات عصفت فيها الميليشيا بتاريخ مئات السنين ومئات الآلاف من أرواح المواطنين في تعزو اليمن بأكملها منذ الانقلاب انقلاب أعدم به الحوثي على وقع صرخاته نهار الوطن لتبدأ حقبة الظلام الكهنوتي والسواد الذي حال دون رؤية الحياة وأحال الملايين إلى حالهم الأسوء على الإطلاق سنوات انقلابية تهالكت فيها قوى الوطن ومقوماته وكانت تعز هي المستهدفة الأبرز أهلكت فيها الميليشيا الحرث والنسلة والواقع والخيال والكائن منها وما كان لم تترك شيئا إلا وطالته بشرها وإرهابها وما في أيديها من أدوات الإبادة الإيرانية على وقع صراخ الضحايا ومناظر الأشياء المتناترة هنا وهناك قال تقرير صادر عن المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية إن السلاح المهرب في اليمن من قبل إيران أدى لنمو الصراع المسلح في الصومال وأضف التقرير أن ذلك يهدد بتداعيات أمنية خطيرة على الصومال وكلا من إثيوبيا وكينيا المتجاورتين وحذرت المنظمة من أن الأسلحة التي تتدفق إلى الصومال تعد امتدادا للأسلحة غير المشروعة التي يتم شحنها عن طريق البحر من إيران إلى ميليشيا الحوثي الإرهابية في اليمن قالت منظمة هيومان رايتس ووتش إن عدد الضحايا المدنيين في اليمن تضاعف في وقت سابق من شهر مارس الجاري يأتي ذلك في وقت تواصل ميليشيا الحوثي تصعيدها ضد المدنيين والأعيان المدنية في الداخل اليمني وعلى الأراضي السعودية وطالبت المنظمة هيئة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ببذل المزيد من الجهد لمعالجة الانتهاكات في اليمن وذلك في إحاطة جديدة لها على موقعها الإلكتروني تتزامن مع الذكرى الثامنة للحرب التي أشعلتها ميليشيا الحوثي الإرهابية يسبق التشاؤم مؤتمر مشاورات يمني يحضر مجلس التعاون الخليجي لإقامته في الرياض نهاية هذا الشهر وتستند مؤشرات التشاؤم على سجل ميليشيا الحوثي الإرهابية الحافل بنقد الاتفاقيات التي يجري إبرامها في أكثر من محطة تفاوض ترعاها الأمم المتحدة مع دخول الحرب اليمنية عامها الثامن أعلن مجلس التعاون الخليجي عمبادرة لإصدفة مشاورات يمنية يمنية في العاصمة السعودية الرياض أواخر مارس الجاري مشاورات قال الأمين العام لمجلس التعاون نيف الحجرفي إنها لا تستثني أي طرف بما في ذلك الحوثيون وأنها تهدف إلى حف جميع الأطراف للقبول بوقف شامل لإطلاق النار والدخول في محادثات سلام تحت رعاية الأمم المتحدة بدعم خليجي معتبرا أن هذه المشاورات فرصة لإنهاء الحرب والاتجاه نحو التنمية الرئاسة اليمنية أعلنت ترحيبها ودعمها لجهود التعاون الخليجي لإنهاء الانقلاب وتحقيق سلام عادل وشامل وفق المرجعيات الثلاث دعية كافة المكونات السياسية للمشاركة في المشاورات المرتقبة بإيجابية وفاعلية كذلك قوبلت الدعوة الخليجية بترحيب من التحالف الوطني للأحزاب والقوى السياسية الداعمة للشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي إضافة إلى الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية وكما هو متوقع قالت ميليشيات الحوثي الإيرانية إنها ترحب بأي حوار مع دول التحالف شريطة أن يكون في دولة محايدة وهو أسلوب اعتادت عليه الميليشي الإرهابية للتهرب من الحلول السياسية فالحرب بالنسبة لها هدف وعقيدة بعد تأكيد الحجرف أن المشاورات ستعقد في الموعد المحدد بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي بالرياض وبمن سيحضر من المكونات اليمنية صعدت الميليشي الحوثية من هجماتها بالصواريخ والطائرات المسيرة مستهدفة منشآت اقتصادية ومدنية في مناطق عدة بالسعودية وهو ما اعتبر دليلا آخر على عدم رغبتها في إنهاء الحرب التحالف بدوره أكد التزامه بضبط النفس لإنجاح المشاورات مع احتفاظه بحق الرد محذرا الميليشي الحوثية من تكرار إخطائها في تفسير جهوده لإنهاء الأزمة وبين ترحيب شرعية وتصعيد الحوثي يبدي مراقبون عدم تفاؤلهم بمخرجات مشاورات الرياض كونها تقام على أرضية غير واضحة المعالم قال وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية دكتور منصور بجاش إن السلام في اليمن لا يزال بعيد المنال بسبب رفض الميليشيات الحوثية الإرهابية لكل الدعوات والمبادرات وعرقلتها لكل الجهود الإقليمية والدولية ومواصلة عدوانها على محافظة مأرب وحصارها لمدينة تعز جاء ذلك في كلمة اليمن خلال الدورة الثامنة والأربعين لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي التي تستضيفها العاصمة الباكستانية إسلام أباد وقال وكيل الخارجية إن ميليشيا الحوثي تواصل ارتكاب كل أنواع القتل والقمع والاعتقال والإخفاء القصري وتجنيد الأطفال ورميهم إلى محارق الموت وصناعة أسوأ كارثة إنسانية وأضاف أن تصعيد الميليشيا الحوثية الإرهابية لم يقتصر على الداخل اليمني بل زادت من تصعيدها وتهديدها للملاحة الدولية منطلقة من موانئ الحديدة بعد استغلالها لاتفاق ستوك هولم لتحويل تلك المناطق إلى مراكز لاستقبال الأسلحة وتصنيع الزوارق المفاخخة وإطلاق عمليات القرصنة وتهديد الملاحة الدولية قال رئيس نيابة استئناف مأرب القاضي عارف عبدالغني سيف أنه أعيد ترتيب وتنظيم عمل السلطة القضائية في المحافظة بعد أن تمكنت قوات الجيش من تحريرها نهاية 2015 وباتت تمارس أعمالها ممثلة في المحاكم والنيابات بشكل مستمر وأكد رئيس نيابة استئناف مأرب في تصريح لقناة يامن شباب أن جميع سجون أقسام الشرطة والبحث الجنائي تخضع للرقابة من قبل النيابة العامة حيث تقوم بالتفتيش والإشراف على تلك السجون بشكل دوري وهذا يأتي بالتعاون الكبير من قبل السلطة المحلية مع القضاء وأوضح سيف أن السلطة القضائية تأثرت بفعل الانقلاب الحوثي إلا أنها في مأرب استطاعت النهوضة مؤدية واجبها تجاه قضايا المواطنين مؤكدا أنه لا توجد أي قضايا متعثرة في النيابة العامة السلطة القضائية تباشر أعمالها بصورة مستمرة منذ أن دحرت قواد الشرعية الميليشيال القلابية من مأرب فقد أعيد تنظيم عمل السلطة القضائية في مأرب وهي تمارس عمالها ممثلة بالمحاكم والنيابات بصورة دائمة ومستمرة وتقوم بواجباتها بحسب الظروف المتاحة طبعا هناك تعاون وتنسيق بين السلطة القضائية في مأرب والسلطة المحلية هناك تعاون تقوم النيابة العامة بالإشراف على السجون والسجناء والتفتيش عليهم جميع أقصام الشرطة والبحث الجنائي والأمن يخضعون في أعمالهم القضائية لرقابة النيابة العامة لإشراف النيابة العامة تواصل ميليشيا الحوث الإرهابية حملة التجنيد لحجد المزيد من المقاتلين إلى جبهاتها المنهارة حيث أفرجت خلال الفترة الماضية عن مئات السجناء معظمهم من أصحاب القضايا الجسيمة على شرط التوجه للجبهات وطبقا لمصادر متطابقة فقد دفعت الميليشيا بقرابة ستمائة سجين من حجة والحديدة وريمة والمحويت للجبهات مشيرة إلى وصول تعزيزات حوثية بينهم العشرات من السجناء إلى جبهة حرب يشار إلى أن ميليشيا الحوثي قامت بدورات فكرية داخل السجون لتغيير عقائد النزلاء وتعبيئتهم بأفكارها الطائفية الإيرانية الإرهابية وتصنع منهم مقاتلين عقائديين قبل الزج بهم في جبهات القتال احتج عسكريون اليوم الأربعاء في العاصمة المؤقتة عدن للمطالبة بصرف مرتباتهم ووفق مصدر محلي فإن مئات العسكريين المنضوين تحت ما يسمى بالهيئة العسكرية للجيش والأمن أقاموا وقفة احتجاجية أمام مكتب الأمم المتحدة بساحة العروض بمدينة خور مكسر المحتجون نددوا بترد أوضاعهم وطالبوا بصرف رواتبهم المتوقفة منذ سبعة أشهر قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونسيف إنها تلقت تمويلا أمميا بخمسة ملايين دولار لدعم النازحين الجدد في اليمن وذكرت المنظمة في بيان إن المساعدة تستهدف تلبية الاحتياجات العاجلة للنازحين الجدد والمجتمعات الضعيفة في محافظات مأرب والجوف وحضر موت ومن المخطط لها أن يستفيد من المساعدات الجديدة وعلى مدى الأشهر الستة المقبلة أكثر من ثلاثمائة ألف طفل بما فيهم الأطفال من عدة تدخلات إنسانية في مجالات الصحة والتغذية وحماية الأطفال والمياه والصرف الصحي حذرت مصادر طبية من توقف مستشفى الثورة بمحافظة تعز عن العمل محذرة في الوقت ذاته من كارثة صحية على وشك الحدوث بعد نفادي مادة الديزل من الهيئة وقالت المصادر إن أهم الأقصام في المستشفى خرجت عن الخدمة خلال الساعات الماضية وفي مقدمتها أقصام المختبر والإسعاف والعمليات ومحطة الأكسجين وقد يلحقها قسماء الغسيل الكلوي والعناية المركزة اللذان يتم حاليا شراء كميات إسعافية من الديزيل لهما وأكد المصدر أنه في حال لم تتحرك الجهات المختصة والسلطة المحلية بالمحافظة للقيام بمسؤولياتها الإنسانية فإن الوضع الصحي سيشهد كارثة ومأساة حقيقية نتيجة عدم الطاقة الكهربائية التي يحتاجها المستشفى أعلن الاتحاد العام لطلبة جامعة سيئون بدأ إضراب كلي في جميع كليات الجامعة اليوم الأربعاء وحتى إشعار آخر احتجاجا على ارتفاع أسعار الوقود وأعاد الاتحاد في بيان أن هذا الإضراب أدى إلى تفاقم معاناة الطلاب وتعذر وصولهم إلى كلياتهم وعدم قدرة الطلاب على مواصلة العملية التعليمية فيما تبقى من فترة دراسية في ظل الأوضاع الراهنة ولعدم إيجاد أي حلول لتخفف هذه المعاناة الاتحاد تعهد بالوقوف إلى جانب الطلاب وأكد موقفه الثابت تجاه حقوقهم واستمراره في المطالبة بحقوقهم المشروعة التي كفلها النظام والدستور تواصل ميليشيا الحوثي تأجيج أزمة الوقود في المناطق الخاضعة لسيطرتها لمضاعفة أرباحها من السوق السوداء التي يشرف عليها قادة الميليشيا وتداول ناشطون مقاطع فيديو بثها عاملون في نقل المشتقات النفطية من عدن إلى صنعاء تظهر المقاطع استمرار الميليشيا في منع عبور ناقلات الوقود كما تحتجز ميليشيا الحوثي الناقلات في الجوف وتمنع دخولها صنعاء لتزويد السوق المحلية بالوقود وافق صندوق قطر للتنبيه على التكفل بصيانة وإعادة تشغيل المحطة القطرية في العاصمة المؤقتة عدن واستعداده لتقديم كل الدعم الممكن لتخفيف معاناة سكان عدن قبل دخول موسم الصيف جاء ذلك خلال لقاء وزير الكهرباء في الحكومة اليمنية أنور كلشات بالمدير العام للصندوق خليفة الكواري في العاصمة القطرية الدوحة بحضور سفير اليمن راجح بادي وحسب وكالة الأنباء اليمنية سبأ فإن اللقاء بحث موضوع صيانة محطة الكهرباء المقدمة من قطر للعاصمة اليمنية المؤقتة لضمان إدخالها في الخدمة بشكل عاجل وقال السفير بادي إن صندوق قطر للتنمية وافق على التكفل بصيانة المحطة القطرية الكهربائية في عدن واستعداده لتقديم كل الدعم الممكن لتخفيف معاناة السكان قبل دخول موسم الصيف وكانت اليمن وقطر قد وقعتا في ديسمبر من العام الفين وستة عشر على اتفاقية إنشاء محطة لتوليد الكهرباء في مدينة عدن بقدرة ستين ميجاوات وفقا للمواصفات العالمية والمقدمة منحة من الحكومة القطرية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التوقيع قبل أن يتوقف العمل في المحطة عقب إعلان الحكومة اليمنية قطع علاقاتها بالدوحة إلى جانب مصر والصعودية والإمارات والبحرين أثناء ما عرف بالأزمة الخليجية في يونيو من العام التالي نهاية نشرة التاسعة هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها استشهادوا اللواء الركن ثابت جواس بانفجار سيارة مفاخخة بعدم التحالف يعلن تدمير زورقين مفخخين لميليشيا الحوثي جنوب البحر الأحمر وإحباط عملية إرهابية وشيكة لاستهداف مصادر الطاقة تاعي السبع سنوات من الحصار والإرهاب الحوثي وهيوم الرئيس تقول أن عدد الضحايا المدنيين في اليمن ارتفع خلال مارس الجاري دمتم وعدام اليمن بألف خير إلى اللقاء اشتركوا في القناة